نيجي بقى للعكاوي نيجي بقى الأول حاجة عندنا عندنا العكاوي بتنقسم لمرحلتين السل بتاع العكاوي بعد كده العكاوي احنا بنسميها في المغرب الكعاوي بنقلبها الكعاوي العكاوي وكمان عندي هنا ايه الصوس بتاعي العكاوي بتاعي عندي للسل بصل حبهان مستيكة ورق لورة توم يكون فصوس ومية مغلية عندي للصوس معلقة كبيرة من السمنة البلدي عشان يبقى معايا حاجات حلوة و3 فصوس صوم 2 بصلة مفرومين عايزين البصل بتاعنا المفروم يا جماعة وكمان عندي نصف لتر من عصير الطماطم ملح بوهارات فلفل اسود وجس الطيب وكباية شربة من شربة العكاوي احنا هنسلقها وكمان هنزين بقى بورق بقدونس وانا مقدم معاها كمان رز أبيض مصري من يعني اخر حاجة يعني ده اخر حاجة تعالوا بقى للسل مية مغلية تغلي اهي هنحط فيها ايه هحط فيها نقطة ما يعادل معلقة من الزيت فقط لا اقل ولا اكتر زيت عادي او سمنة او اي حاجة بصلايا كده هقطعها كده عشان تديني الطعم بتاع الشربة هقطعها بالشكل ده وهنزلها هنا هاخد كمان التوم السانو هوريكو هعمل ايه في التوم ناخد المسكة الاول لو ما عندكيش مسكة ممكن تلغيها عادي جدا ناخد الاتنين دول كده يلا ورقة اللورة هاخد كده وهاخد حبهان اه بس كده لا اقل ولا اكتر وهقفل عليها مع شوية ملح وفلفل اسود فلفل وملح نزود شوية بس عايزة تحطي بقى مكعب مرأة برحتك خالص احنا عملنا المكعبات مع بعض فاتمنى انكم تكونوا عملتوها وحفصوها لانها اضمن بكتير جدا يعني اضمن معاكم بكتير قوي نيجي بقى نعمل اين مسانين العكاوي بتاعتنا اللي هي الديالة في ناس كمان بيقولولها بيسموها الديالة في المغرب هنا عندنا اهي محطوطة وعندي التوم بتاعي عايزة اضيفه على الايه عايزة اضيفه على الشربة بتاعتي هاخد التوم صحيح وكل اللي انا هعمله بس جدا يديني طعمة اقوى بكتير واحلى بكتير قوي سانو نقفل الساعة بقى بس كده هاخد التوم ده ونروح على الحلة بتاعتنا يلا بينا اهي في الفترة دي هاخد العكاوي بتاعي اللي انا غسلاها ومنضفها كويس قوي ونزلها عندي هنا قلنا في الصوص بتاعي سمنة جس الطيب بوهرات مشكلة شربة بتاعتي طبعا بعد ما تسوي دي الشربة اهي عندي كمان عندنا هنا عصير طماطم جاهز نعمل بقى ايه نعمل ناخد سمنة ناخد سمنة اهو نعمل دلوقتي عايز اقول لكم الريحة عايز اقول لكم عاملة شغلة عالي جدا ناخد بقى السمنة بتاعتنا اهو ونبتدي نعمل السلسة بتاعتنا زي ما انتو عارفين احنا عملنا ايه احنا سلقنا اللحمة بتاعتنا اهي اهو استنوا بقى دي اضرار المطبخ اهي سلقناها خليناها تاخد وقتها مسكة حبهان ورق لورة بصل وملح وفلفل وهنا عندي السمنة بتاعتي بتسيح هنزل عليها البصل بصل مفروم ناعم جدا مش مبشور لكن الاختيار لو ولادك ما بيحبوش وعايزة تعوديهم على الاكلة من غير ما يحسوا بالبصل عادي جدا بسو قريدي بيدوب يعني ما بياخدش حاجات كتير نشوحه يبتدي يسيح معايا او يبتدي خلاص عارفين اللي هو يبتدي يبقى شفاف معايا يعني السوى يدخله كويس جدا هبتدي اعمل ايه هاخد التوم بتاعي نفس الفكرة مش عايزة التوم مفروم خالص خالص يعني نهائيا هو ابتدي وهاخد التوم بتاعتي بس كده وافتح وناخد التوم عندنا هنا يلا بينا مع البصل نسقط وعايزة تفروميت وبشري برحتك خالص بس بصراحة انا بحبه بالشكل ده هيبقى معاكم حلو جدا وجميل وطعمه خرافي يعني خرافي بمعنى خرافي نقلب نحس بريحة التوم طلعت انا مش عايزة حمر البصل انا مش عايزة حمره انا عايزة يدبل معايا انه لسه هيكمل معايا سوا حلو جدا فين في الفرن يعني لسه التوجن ده هيدخل الفرن انزل انا بايه اهي انزل بالسلسة بتاعتي بس هنزل بالسلسة بس لا اكيد لا هاخد الشربة ونجيب ما عندناش يلا بينا ناخد الشربة بتاعتنا كده احنا بنتصرف اهو ناخد الشربة بتاعتنا وننزلها على إيه؟ على البصل وابتدي أخد التتبيلة بتاعتين تتبيلة بسيطة جداً جس الطيب وما تكتروهاش كتير التوابل اللي بتبقى تقيلة تقيلة جس الطيب من التوابل التقيلة التوابل السخنة تعتبر من التوابل الساخنة جداً كمان من التوابل المهدقة للأعصاب جداً فده ما يكترش في الأكل هتلاقيكوا بعض الأكل كده أنتخته نوم وخلاص يعني إيه وعدك تكترو فيها التوابل بتاعتي التتبيلة بتاعتي أنا هنا ده أو تجميع التتبيلة دي بتغنيني عن حاجات كتير كتير جداً منها القرنفل منها الحبهن منها ورق اللورة ده غير الشربة كمان مليانة بنكهات فظيعة وحلوة جداً منها الكمون الجنزبيل الكركم يعني التوابل دي مليانة بكل ده كنا عملناها مع بعض اللي هي التوابل المشكلة يعني بتنفعكم لكل حاجة عايزة أقول لكم طعمها بيبقى خرافي هاخد الملح وما ننساش إن الشربة قريدي فيها ملح بس هزود عشان أنا مزودة صلصة والطماطم حمدية بيبقى فيها نسبة أملاح فمن كترش ملح أرجوكم وأخد شوية فلفل أسود كمان لو بتحبوا بقى شطة قطعوا فيها قرن شطة كده وخلوه معاها يغلي معاها كده يديكم الطعم ناخد صلصة الطماطم بتاعتي أهي اللي بتديني لون حلو أهو هقلبها حلو جداً هقلبها وخليها تغليلها غلوة حلوة قوي أحد داخلنا نحضر الطاجن عشان مش بتاخد وقت طويل إن أنا مش عايزها تسوي أنا عايزها بس أخد لها غلوة كده وهكمل لها سوى في الفرن عندي ضروري جداً ما تخلهاش تتسبك هنا أنا مش بسبكها هنا أنا عايزها تتسبك في الفرن بتدي طعم وبتطلع أطعمها حلوة جداً في الفرن مختلفة تماماً نيجي بقى هنا ناخد إيه العكاوي بتاعتنا اللي استاوت معانا وبقت زي الزبدة وحلوة جداً قبل ما تغلي معايا زي ما انت شايفين أهو أحطها عشان تاخد الطعم والشربة بتاعتي وكل حاجة تبقى مع بعضها هنا متجنسة والطعم يبقى معانا مية مية يعني طعم ولا أروع بصراحة يريد تنزلوا هالي تاني تذكيراً للناس شكراً هياخد العكاوي بتاعتي بقى أهو مش عايزها تتسبك هنا أنا اللي مش عايزها تتسبك خلاص هياخد بقى هنا بسم الله الرحمن الرحيم ندخل الفرن نسيبه قد إيه؟ نسيبه ساعية ساعية لو شكيت إن الفرن بتاعي حامي وهيحرقه لي لا يبقى أخد بالي منه كويس جداً واغطيه بفويل وآخر ربع ساعة هقوم شايله تعالوا بينا نشيل الطاق بتاعنا أكيد مش أخليكوا تستنوا معايا الساعة كاملة نيجي هنا ناخد كده وكده اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر